واحد صوابة المجموعة لكن انا من وجهة نظري شايف ان احنا برضو لازم تكون حدة النقد اقل شيء ما فرق تانية عندها سبع بنت من اربع مباريات وعايشين اجواء الصعود هنقول ظروف المجموعات مختلفة لا انت تقدر باذن الله تحافظ على النجم وانت قديت مباراة عالية جدا على النجم في تونس وانت بتلعب عشر لعبين من دقيقة الاثناشر بسبب خطأ تحكيمي انا مش بقولي الهزيمة بسبب خطأ تحكيمي لكن كان لازم نحط الضوء ان فيه خطأ تحكيمي فادح زي بالزبط من انت في ماتش بلا تانيوم وانت دي اوف بتاعك واللعيبة مش في حالتها وحقيقي نخسر مباراة كأداء لكن ليك هدف مشكوك في صحياته بشكل كبير جدا اتلغى لكن انك توسع عن ساعة بنت وتردم بقى على كل اللي فات ده وتجيب مدير فني وتجيب لعبين وتجيب مجلس ادارة وتعيش روحي نزامية لا ده مش جمهوري النادي لالي دي الحقيقة اه معاك الانفعال اول يوم لكن قدنا شفنا بعد مرات طنطة الناس بدأت تهدى عندنا ثقة كبيرة جدا اننا نتخطى ان شاء الله موقعة النجم السحيلي وعندي ثقة كبيرة جدا كمان نتخطى موقعة الهلال خاصة بعد الاجواء اللي صحبت استقالة او اقالة الكابتن حمارة صدقي اللي تم زج اسم النادي لالي بدون اي سبب وبدون اي شيء برغم ان كان وجود الكابتن حمارة صدقي لو هو عايز يفيد قالي كان يبقى هو موجود مدير فني مارش بيلاتينيوم ويخلصت مباراة فانا عندي احساس كبير ان شاء الله بعد توفيق ربنا لنا في مارش النجم السحيلي ان الهلال كمان هيتم عرقالته مع بيلاتينيوم وحتى لو ما تمش عرقالة الهلال عندنا ثقة كبيرة جدا مباراة كتير جدا وبطولات كتير جدا واولها 2006 كانت نفس الظروف البطولة دي تحديدا خسرنا من الصفاق تونسي في تونس اول مباراة وجينا لعبنا مع شابة القبائل واحنا نقصينا عدد كبير جدا فوزنا 2-0 ووصلنا برضو الفكرة ان احنا لازم نعمل نتيجة جبية مع شابة القبائل في الجزائر فمش عايزين نستعجل امور وورلاندس تشهدنا في 2013 لكن هي 2006 قريبة تقريبا من احداث المؤمور دي فان شاء الله نقدر نسعد ونقدر نتصدر ونقدر نفوز على الهلال بس عايزين بس يكون دايما في بوش مع اللعيبة والجهاز الفني لان بالفعل احنا عاملين اداء مختلف السنة دي